تمت برمجة قضية شركة صفت أمام محكمة الاستئناء في يوم السابع نوفمبر المقبل حسب مع علماء لدى أنيب العامة لوهران وكان القطب الجنائي المتخصص لمحكمة حي جمال بوهران قد حكم يوم الخامس مارس الماضي على رئيس المدير العام السابق للشركة المصري عمر حسب الله في حالة فرار بخمس سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها 27.7 مليون دينار فيما أدينت المديرة القانونية للشركة ومواطنته كريمة فراح بسنتين سجنا نافذة وغرامة مالية بنفس المبلغ كما تم الحكم أيضا على متورد ثالث في هذه القضية المدعو زاد ميم والذي يشتغل ناقلا بسنتين سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري كما أشير إليه وتضمن الحكم غرامة تضامنية للمتورطين الأولين بمبلغ 2 مليون دينار جزائري إضافة إلى تأكيد أمر دولي بالقبض على رئيس المدير العام السابق للشركة ويدكروا أن القطبة الجنائية المتخصص لمحكمة بوهران كان قد فتح سنة 2019 أو 2012 تحقيقا حول التحويل غير الشرعي للخارج لأكثر من 300 مليون دولار أمريكي من قبل شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة شريك الشركة مجمع سوناتراك في مصنع سيرفت للأسمدة بأرزيو